في مثل هذا اليوم قبل 19 عاماً، تأسست هيئة علماء المسلمين في العراق عام 2003 من جمعاً غفيراً من علماء العراق في الداخل والخارج، وذلك بعد الغزو الأمريكي عام 2003. منذ اليوم الأول لتأسيسها، أخذت الهيئة على عاتقها التصدي السياسي والأعلامي للمشروع الأمريكي المتمثل بالعملية السياسية ودعم المقاومة الوطنية العراقية ضد هذا الغزو. ناهضت الهيئة والتوجهات والأسس الطائفية والعرقية التي قامت عليها العملية السياسية وتبنت أحزابها وميليشياتها، وحذرت من تداعية هذا النهج الطائفي على حاضر العراقي ومستقبل شعبه. كما حذرت من إقراري الدستورة الحالية الذي تعامل مع شعب العراقي بصفته مكونات طائفية وعرقية، وليس شعباً واحداً ذا هوية كلية واحدة. الفتنة الطائفية كان لمخابرات بمضيء كبير جداً فيها. كما كان لهيئة علماء المسلمين موقف محذر من التعاون الأمريكي الإيراني في العراق، وأن الاحتلال الأمريكي هو من وفر لإيران الأرضية المناسبة لزيادة تغولها في العراق. كما أن هذا الاحتلال كان بوابة إيران للتوغل في عدد من الدول العربية، وإشعالها الحروب الطائفية فيها، كما هو جار الآن في سوريا واليمن. وحذرت الهيئة من مشروع الصحوات الذي أسسه الاحتلال الأمريكي عام 2007، لتكون هذه التشكيلات رديفاً لقواته، التي أوذيت كثيراً في المعارك مع المقاومة الوطنية العراقية. مؤكدة أن هذا المشروع إنما يستهدف المقاومة العراقية تحت لافتة محاربة الإرهاب. كما سندت وآزرت الهيئة كل الحركات الشعبية العراقية ضد العملية السياسية وأحزابها الفاسدة، بدءاً من ثورة الخامس والعشرين من شباط، وتظاهرات المحافظات المنتفضة، وثورة تشرين المستمرة. كما كانت منصاتها العالمية في مقدمة من تصدى لفضح أهداف الحرب الطائفية التي شنتها الميليشيات وفرق الموت الطائفية ضد سكان المحافظات المنكوبة. كما يلعب قسم حقوق الإنسان فيها دوراً حقوقياً رائداً في تسليط الضوء على الانتهاكات الحقوقية سواء داخل الصجون أو خارجها. كما تنشط مؤسساتها الإغاثية في تسيير قوافل إغاثية لمساعدة النازحين والمهجرين. وهكذا حملت هيئة علماء المسلمين مسؤولية الدفاع عن العراق كل العراق. فضلاً عن تعريف الرأي العام العربي وحتى الدولي بحقيقة ما يجري في العراق منذ العام 2003 وحتى اليوم. وهو ما كلفها أثماناً باهظة من دماء العديد من أعضائها فضلاً عن تهجير ومطاردة الأحياء منهم. ترجمة نانسي قنقر